طيب إيه الخطوط اللي نمشي عليها بقى عشان نحدد العلاقة ما بين الأباء والأمهات بولده؟ أولا إحنا محتاجين إنها تكون علاقة يعني فلحنا لما بنقول علاقة فدي معناها إن فيه طرفين الصعوبة بتحصل إنه الأهل بيعتقدوا إن فيه طرف واحد إنه أنا اللي فاهم أنا كأب وكأم أنا اللي فاهم أنا اللي عارف طول الوقت وأنا عارف أكتر منك وأنا فاهم أكتر منك فأنت طول الوقت لازم تعمل اللي أنا شايفه فإحنا لما بنقول أول خط هو خط العلاقة فالعلاقة دي يعني رايح جاي يعني بتكلم وبسمع مش بتكلم طول الوقت ومش بنصح طول الوقت بس محتاج إن أنا أسأل طب إنتوا عايزين إيه؟ إنتوا محتاجين إيه؟ لإنه قوات كتيرة لأولاد محتاجين حاجة غير اللي إحنا بنقدمها لهم خالص يعني طيب أنا هقول حاجة إن أنا كل مرة في فقرات زي دي بلعب دايما دور الإبن خاليني لأن أنا الفترة اللي فاتت لمعات مع أهالي كتير كنت بسمع هما بيشتكوا إزاي من أولادهم فمش أولادهم هما بس في التواصل يعني هي يمكن المشكلة الكبيرة إنه التواصل بعض بيقول إنه مش عارف أتكلم معاهم مش بيسمعوا مش بيستقبلوا مني كلام لو أنا قلت لهم على حاجة أنا عارف إن في مصلحتهم دي مش ردين يسمعوا الكلام خاليني نتكلم حتى على مثال بسيط وهو الأكل دايما عايزين يأكلوا الأكل اللي مش صحي وما يأكلوش الأقوي يبتدي يدخلوا هما الاتنين فعند فإزاي التواصل داي يكون بطريقة متحضرة في نفس الوقت هما الاتنين يوصلوا البعض بحب طيب إحنا بنبتدي الحكاية من بدري قوي يعني بنبتدي الحكاية من أول ما الطفل بيتولد محتاجين نبقى بنعمل نظام وسيستم بيقول إحنا هنعيش حياتنا إزاي الصعوبة بتحصل فين الصعوبة بتحصل إنه أوقات كتيرة كأمهات بيستسهلوا فحتى في فكرة الأكل في فكرة إن إحنا نفوت حاجات إنه لو أنا النهاردة تمام مش فاضية أو دماغي قلاص مش رايقة فبنعد نفوت شوية حاجات كده صغيرة فالطفل بيفهم إنه مفيش قواعد واضحة فبيفهم إنه إن إحنا بنفوت أو بنعمل حاجات في النص دي حاجة عادية طيب هو خلاص حصل يعني جينا فوتنا واغلتنا وإحنا وصلين لنقطة ودلوقتي أولادنا كبار برضو محتاجين نقول إنه التغيير في البني أدمين بيحتاج وقت فاللي حصل على مدار سنين مش هينفع نبقى بنصلحه في كام يوم أو في كام أسبوع فقواعد كتيرة أهل بمجرد ما بيسمعوا مثلا إن إحنا طب نتعامل نتكلم فيالله خلاص المفروض إن أنا لما هبتدي أتكلم فهو لازم يبقى الطفل بيتجاوب معي وهو الطفل ده وصل عمره تسع أو عشر سنين لا بنقول إن الحكاية بتاخد وقت فإحنا محتاجين نحاول ما فيهاش أي مشكلة إنه أنا ببتدي دلوقتي إن أنا باخد القرار إن أنا محتاجة يكون عندي علاقة بأولادي وإنه لو في حاجات في الطول السنين دي بازت محتاجين بنقول إن إحنا طب بنصلحها بس بتاخد مننا وقت والموضوع محتاج صبر والكلمة دي لنا دايما بقولها الأمهات على طول ويقول لي آه هو ده بالزبط اللي إحنا محتاجينه بس إحنا فعلا محتاجين ناخد وقتنا ناخد وقتنا في التغيير لإنه كل حاجة في التغيير بتاخد وقت عظيم طب لو أنا بيبني بيسمع كلامي في كل صغيرة وكبيرة هل ده معنا إن أنا عارفت ربي ولا كده أنا أفرط إرادتي وتفكيري كله عليه فبالتالي هو مش يطلع صاحب قرار ده معنا إنك تقلق عليه يعني لو بيسمع كلامي في كل صغيرة وكبيرة أقلق عليه في كل اللقاءات اللي بتقبل فيها مع الأمهات بقول لهم إحنا بنقلق على مين على أنهي طفل بنقلق على الطفل اللي بيسمع الكلام طول الوقت أو للطفل اللي أنتوا دايما بتشتكوا أنه هو عنيد ودماغه نشفة وكده فدايما بيتقال لي لا أنا بقلق على اللي بيسمع الكلام عشان اللي بيسمع الكلام ده عنده قابلية إنه هيسمع كلام أي حد عنده قابلية إنه يتعرض للأذى وعنده قابلية إنه لما يكبر هتبقى أنا اللي بيختار له الجامعة بتاعته بعد ما بيخلص الجامعة أنا اللي بيختار له شغله هو تعود نوع بأتابع خلص بالضبط بعد ما بيقاء يعني يعني عايز يرتبط أنا اللي بيختار له شريك أو شريكة حياته وهو هيفضل طول الوقت معتمد علي وأنا مش موجود طول الوقت ومش هينفع يكون موجود طول الوقت لأن الحياة بتدي معطيات تانية فهي فكرة يسمع الكلام دي دي أضياء كبيرة كيف نفضل نتكلم عليها إنه هو مش بالضرورة يسمع الكلام إحنا مش في خناقة مين يمشي كلمته على التاني يعني يسمع الكلام دي لو إحنا جايين قصاد بعض وأنا بقوله في عربيتين وإنت أرجع وإنت أرجع دي لكن أنا برضو بحكم خبرتي في الحياة مش أكتر يعني يعني أنا لما بقوله اسمع كلامي بقوله اسمع كلامي بحكم خبرتي في الحياة إن أنا عندي تجارب في الحياة أكتر منه فخيف عليه أولادنا دلوقتي بيعرفوا حاجات أحسن مننا وهم أشطر مننا في حاجات كتير يعني ابن حضرتك لو كان عمره مثلا ستة أو سبعة أو تمام سنين هو يقدر يعمل لك برنامج كامل على الكمبيوتر أنت ما تعرفش تعمله هو يقدر يبقى بيذاكر برمجة بشكل تكنولوجي كويس جدا إحنا مش هنعرف نعمل لك فالفكرة بفكرة الخبرة والعمر خبرتك أنا دايما بيقول كده للأهل خبراتكم بتعنيكم بمفردكم مش بتعني أولادكم أولادكم محتاجين يعيشوا حياتهم وخبراتهم هم هم محتاجين يكونوا خبراتهم وتجاربهم وأخطأهم لكن خبراتهم الحياتية أنا مش بتكلم عن كده خبراتهم الحياتية أنا موافقها في مسألة التكنولوجي آه هم فعلا لو عندهم عشر سنين يقدروا يعملوا حاجات على الكمبيوتر واللابتوب والحاجات دي وعلى فكرة ده كان جلنا كمان مع أهلين بذلك نفهم حاجات أكتر من أهلين في الحتة دي لكن لغاية النهار ده مع سني ده أنا لسه برجع لأهلي في حاجات كثيرة عوي حياتي لكن بعد أكيد تجارب كثيرة أخطأت أنا فيها فبعدين دلوقتي فهمت أنه أهلي هما ممكن أسألهم في الحاجات دي اشتركوا في القناة